بالقلم والكاميرا يضحي صحفي العالم عموماً والعراق على وجه الخصوص في سبيل البحث عن الحقيقة بمهنة المتاعب السلطة الرابعة صاحبة الجلالة أسماء تمثل وزن الصحافة المهم في عماد الدول ورفعتها لكن مئات من الصحفيين العراقيين كانوا ضحية استهداف لم يتوقف وفي مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يبرق الهرم الرسمي في العراق بعبارات تهنئة للصحفيين رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني غرد برسالة شدد فيها على الالتزام الرسمي بحماية الحريات الصحفية وفق مبادئ القانون والدستور العراقي مع اليقين بأهمية العمل الصحفي كعماد الديمقراطية وجدارها الحصين رئيس مجلس النواب محمد رح البوسي قال إن حرية الصخافة واستقلاليتها حق أساسي في إرساء أسس الديمقراطية مستذكرا تضحية الصحفيين من أجل نقل الحقيقة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فأقزيدان هنأ بمناسبة يوم حرية التعبير العاملين في مجال الصخافة مؤكدا دورها في مساندة القضاء برصد مخالفات قانونية ومحاسبة مرتكبيها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينيني بلاسخارت شددت بهذه المناسبة على أن إسكات الخطاب العام أو تقويضه يؤدي إلى تشويه صورة الدولة وتراجع ثقة الجمهور مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم العراقيين في الدفاع عن حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية ويأتي ترتيب العراق للعام الحالي في المرتبة 67 بعد المئة من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصخافة وهي مراتب متأخرة وبحسب مؤشر حرية الصخافة التي نشرته منظمة مرسلون بلا حدود فإن العراق تقدم خمسة مراكز بالمقارنة مع العام الذي سبقه لكنه لا يزال في مرتبة متدنية لأسباب قالت المنظمة إن من بينها الإرهاب والتهديدات في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها كما يؤكد خبراء أن تهديد السلاح المنفلة والنفوذ الخارجي على القانون يقوض الجهود في صناعة حماية حرية الصحفيين وحرية التعبير تماما كما أشارت يونامي إلى ضرورة ضمان حرية التعبير دون خوف من الانتقام الذي يأتي عبر القانون والعنف مشيرة في بيانها إلى أن استخدام القوانين للإسكات يضع حرية التعبير تحت تهديد خطير